هنتخانق النهاردة ولا ما فيش نزل مسأل السؤال ده بالحلقة يعني هنتخانق أكيد شوية صحيح عشان أنا عارف أنت هتقول إيه أو شك أنت هتقول إيه وإنا ممكن ما وفقش عليه بس رأي أهل العالم والطيب إيه رأيك في القصة بتاعت النهاردة طيب طبعا هي القصة زي ما أنت حكتيها كده من بره تبدو أنه دي بنت جدعة قررت أنها تشيل المسئولية ويعني تتحول لولد عشان ما حدش يعكسها وما حدش يكلمها وما حدش يدايقها مرفع صباحة عشان أعترض على حاجة في الحالتين هي جدعة عشان شالت شيلت يعني مامتها وشيلت أختها إحنا متفكوين أنها جدعة بس هي تبدو من بره أنها بنت جدعة حاولت تقلب ولد عشان تشيل المسئولية وما حدش يتعرض لها وما حدش يتحرش بيها وما حدش يدايقها وده ممكن ده محتمل تمام؟ بس ده قصة من بره أنا شايف في القصة حاجات تانية خالص خدي بالك القصة دي بتحكيه عن أب وأم وبنتين الأب ده مخلف بنتين مش مخلف صبيان والبنت الكبيرة بتحب الرياضة ويبدو أنها بطلة رياضية ودخلت كلية تربية رياضية وبعدين الأم مريضة فالأب سابها وساب البنتين كأنه ما كانش عايزهم وراح يدور على زوجة تانية عشان يعمل أسرة جديدة كان عايز يخلف ولد؟ وغالبا كده كأنه غالبا كده يعني ده ساب البنتين رماهم ولا فكر فيهم وقرر أنه يبدأ أسرة جديدة ويتجوز ويتقرمته في الورثة عشان بنتين وكأنه بالضبط كان عايز يخلف ولد والست ما خلفتش فلما تعبت سابها وراح لأسرة تانية وراح لواحدة تانية عشان يخلف الودر اللي بيدور عليه والقصة بتقول لنا من شكلها كده أنه البنت دي بتحب الرياضة وده غريب أنه بنت تبقى عضلاتها مفتولة وطويلة واتكرر 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 موافقين ما شفتش الكلام ده هقول لك دول هقول لك دول هقول لك دول ايه بالضبط وفيه كارثة فيه فيه حكاوة كتيرة في الناس دي فهي تبدو أنها بنت رياضية وبتحب الرياضة وقررت أنها تدخل كلية تربية رياضية وده أليل في البنات مش هنقول أنه نادر ولكن هو أليل في البنات تمام وبعد شوية البنت بدأت تاخد مظهر رجولي فبدأت تحلق شعراها زي الرجالة وتلبس زي الرجالة وبدأت تشتغل شغلانتين وتلاتة وحتى أسلوبها وطريقتها بقوا طريقة الجالة زي ما يكون أن البنت دي كان عندها طول عمرها رغبة أنها تبقى ولد وجات لها الفرصة على التطاب أنها تاخد دور الولد وتصر عليه لدرجة أنه الست اللي قلت لها تعالي نرجع تاني نبقى بنت وهساعدك وأديك الدكتور نفسي اتخانقت معاها وقلت لها لا هو أنا كده واللي عقبه كده يبقى كده أنت معترض أنه بنت لما بتيجي تعمل وورك أوت أو تروح لرياضة لما تلاقي عضلتين زيادة أو درعب هذا اكبر بتوقف طبعاً ده الطبيعي وبيبقوا مركزين على السكوات ومركزين على أنه يبقون تكوين الشيب الأنسوي الشيب الأنسوي ماش بيدوروا أن هم يلعبوا بايسبس وطريسبس ويطلعوا عضلات وعاش بالزبط كده واللي بيعملوا كده غالباً عندهم اضطراب هواية جنسية يعني غالباً اللي بياخدوا المظهر الزكوري وبيروحوا الجيم ويلعبوا حديد غالباً ويشيلوا زي الرجالة غالباً دول عندهم اضطراب هواية جنسية يعني إيه فصروا لي بس إلا لو هم أبطال رياضيين وبيشيلوا لحديد الغرض فمثلاً بطلة رفع أسقال بتلعب جيم زي الرجالة عشان هي بطلة رفع أسقال وهي مضطرة أنها هتعمل ده لكن لما تبقى لأ هي مش مضطرة أنها هتعمل ده وبتعمله ويظهر عليها العضلات وتبقى مبسوطة بيها وتلبس كت عشان تباين العضلات أو نص كم عشان تباين العضلات ما هو ده تبع الترابل هواية جنسية عشان ما حدش بصلي لأ لأ لو لبست بكم ما حدش هي بصلي فعلماني؟ عادي وهي برضو حل أشعارها راجل لكن هي مبينة العضلات هي قالت في القصة إنها مبينة عضلاتها وهي طويلة وفرعة وبدأ يبان عليها المظهر الزكوري مش بس كده لا طبعاً الرياضة ملاش علاقة بتكوين العضلات كما هي كانت مرتبطة أشك في القصة دي أصلاً أشك هي أختها بتقول إنها كانت مرتبطة بس ما تعرفش كتمرتبطة بمين خليني نتفق بس إنه مظهر القصة كده بيقول إنه دي بنت عندها الطراب هوية جنسية ولازم نعرف كده إن الطراب الهوية جنسية ده شائع هو شائع أكتر في الزكور من البنات على فكرة يعني هو الرجال اللي بيحاولوا يتحولوا ده شائع أكتر عندهم من البنات لدرجة إنه الإحصائيات بتقول إنه من 6 ل 17 لواحد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر